سر مواقع الصلاة الحقيقة أحبة في الله لقد صح عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حزن من أمر إذا أصابه هم كان يفزع إلى الصلاة وكان يقول عليه الصلاة والسلام اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة رواه الإمام أحمد اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إذن الصلاة شيء مهم أفضل من البناء أفضل من المتاع أفضل مما تجمعه في الدنيا هي الصلاة أيها الأحبة إن توقيت الصلوات الخمسة أحبة في الله يتوافق بشكل عجيب مع نظام الكون لدينا الفجر شروق الشمس زوال الشمس غياب الشمس غياب الشفق هذه ظواهر كونية أيها الأحبة ظواهر كونية العجيب أن الله سبحانه وتعالى عندما وقت مواقيت الصلاة جعلها بنفس هذه المواقيت الكونية يعني لم توضع عبثا هذه العمليات تتوافق مع العمليات الحيوية للجسم أجسامنا أيها الأحبة بشكل طبيعي بشكل طبيعي أحبة في الله متوافقة مع النظام الكوني وبالتالي بزوغ الفجر وشروق الشمس وزوالها وغيابها وغياب الشفق خمسة هذه المواقيت تتوافق مع العمليات الحيوية للجسم مما يجعلها كالمنظم لحياة الإنسان وعملياته الفيزيولوجية عند أذان الصبح لنبدأ بصلاة الفجر أي بداية بزوغ الفجر يبدأ إفراز الكورتزون في الجسم بالإزدياد تزداد نسبة الكورتزون كما يتلازم مع ارتفاع في ضغط دم الجسم مما يشعر الإنسان بالحيوية والنشاط لأن الجسم يهيئ نفسه ليوم جديد وفي وقت الفجر تكون نسبة غاز الأكسجين في الجو مرتفعة لماذا؟ أولا التلوث قليل الازدحام قليل الأشجار تطرح غاز الأكسجين كما نعلم نسبة غاز الأوزون مرتفعة أيضا وغاز الأوزون أيها الأحبة ما هي أهميته؟ له شيء عجيب هذا غاز الأوزون أنه ينشط الدورة الدموية والجهاز العصبي والجهاز العضلي غاز مهم تكون نسبته مرتفعة مع بداية بزوغ الفجر طبعا أيها الأحبة من الاكتشافات الحديثة حقيقة يعني عن أسرار الصلاة أنها تقي من مرض الدوالي وذلك يعني لماذا؟ نريد أن نفهم مرض الدوالي أصلا أيها الأحبة يصيب الأشخاص يعني الذي لديه مشكلة لديه مشكلة أساسا في نظام غزائي زائد نظام حركي يعني أحيانا يقف لفترة طويلة أحيانا يجلس لفترة طويلة يعني أسباب متنوعة ولكن الصلاة ماذا تفعل؟ الصلاة تنظم الحركات تجعلك يعني أنا الآن مثلا سوف يؤذن مثلا مثلا الفجر مهما كنت مندمجا سأترك عملي وأقوم لصلاة الفجر وأتحرك وأمشي إلى المسجد إلى آخرين ثم أذن الظهر سأقوم أذن العصر سأقوم يعني حتى الوقوف الطويل الصلاة تنجيك من شره الجلوس الطويل الصلاة تنجيك من شره فالحركات التي يؤديها المؤمن في صلاته من ركوع وسجود تجدد نشاط الدورة الدموية وتعيد تنظيم ضغط الدم في كافة أجزاء الجسم مما يقي من مرض الدوالي طيب هناك دراسة حديثة أيها الأحبة تتعلق بآلام المفاصل والظهر الإنسان بعد سن معين يعاني من هذه الآلام وهي آلام يعني مؤلمة مشاكل مؤلمة فعلا آلام شديدة الحقيقة هناك دراسة توصل إليها علماء في أمريكا أن أداء فرضة الصلاة في الإسلام يعتبر طريقة مفيدة لتخفيف آلام المفاصل وآلام الظهر لما تتضمنها هذه الصلاة من ركوع وسجود وقيام وغير ذلك من حركات وأوضحت الدراسة أن أداء الصلاة خمس مرات يوميا يساعد في تليين المفاصل وتخفيف تصلبها عند الكثير من المصابين بالأمراض أمراض الروماتيزم وغيرها أيضا الصلاة تفيد من يعاني من تيبس العمود الفقري بشكل خاص يعني الحركة هذه الركوع والسجود أيها الأحبة لا تظنوا أنها سهلة حركة صعبة ولكن عندما يتعود عليها الإنسان تصبح سهلة ولا يشعر بها لذلك الله تعالى ماذا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على من؟ الخاشعين الخاشع لا يشعر بثقة للصلاة لماذا؟ لأنه يستمتع بها عود نفسه عليها هناك أيضا دراسات أيها الأحبة تبين أن معدلات الشفاء تكون أسرع عند المرضى المواظبين على أداء الصلاة بالفكرة هناك دراسات غربية أنا استندت إليها وبالنسبة للمراجع أنا لا أريد أن أثقل عليكم بأسماء المجلات العلمية وأسماء العلماء وغير ذلك والجامعات وهذا الكلام موجودة على موقعي على الإنترنت في بحث طويل جدا عالج نفسك بالسلامة أحب أن يطلع طبعا أنا أخذت هذه المعلومات من هذا البحث ومزود بالمراجع كاملة الحقيقة هذه الدراسة بيّنت أن المرضى المواظبين على الصلاة يستجمون أسرع للشفاء حيث يغمر أو تغمر أو يغمر قلوبهم الإيمان تفاؤل الراحة النفسية الطمأنينة مما يؤدي إلى تنشيط نظام المناعة لديهم ويزيد من مقاومة الجسم ضد جميع الأمراض الحقيقة هناك من العلماء من يرى أن الصلاة وحركاتها تمثل علاجا طبيعيا لحالات الشيخوخة التي يصاب بها بعض الناس فمشاكل المفاصل أيها الأحبة كثيرة جدا اليوم بسبب النظام كما قلت نظام غذائي خاطئ قليل الماء والمشروبات وقليل الغذاء الطبيعي ونظام حركي خاطئ قاتلان هؤلاء هذين الاثنين يدمران الجهاز العصبي والجهاز العضلي طبعا أيها الأحبة دراسة غير إسلامية حيث قال باحثون أمريكيون إن التديم والالتزام بتعاليم الدين طبعا هنا الدراسة عامة لذلك نحن نقول دائما وأكرر أنا كررت كثيرا هذا الكلام التزم بأي دين أفضل من أن تكون ملحدا لأن الدين بالنتيجة يدعو إلى سمو الأخلاق يدعو إلى التسامح إلى المحبة كل الأديان طبعا يعني منها ما يعني إن الدين عند الله الإسلام هو الدين الوحيد الحق ولكن حتى هذه الأديان المحرفة فيها شيء من الخير أفضل من الإلحاد لذلك الله تعالى لا يغفر الإلحاد إلا طبعا أن يتوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن الله لا يغفر أن يشرك به كل الذنوب يغفرها الله إلا الشرك طبعا إلا الذي يتوب إلى الله يغفر الله له هذا الشرك إذا آمن وعمل عملا صالحا كما قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة تقول إن التدين والالتزام بالتعاليم الدينية يخفف الشعور بالآلام المزمنة وبخاصة الناتج عن التهاب المفاصل ومشاكل العمود الفقري هذه الدراسة تقول أيضا إن المتدين لديه قدرة أعلى على التعامل مع الظروف الصعبة التعامل مع الآلام التعامل مع المشاكل التعامل مع الهموم التعامل مع الأحزان مع الضيق ضيق الرزق مع المصائب مصيبة الموت مات أخ أو أب أو ابن أو قريب أو زوج أو زوجة يستطيع أن يتعامل معها بكفاءة أعلى بكثير من الملحد لأن الملحد يفقد تماما الأمل الإلحاد يؤدي إلى فقدان الأمل لا إله بمن يثق بمن يضع أمله لا شيء فيصاب بهذا الإحباط الذي قد يؤدي إلى الانتحار في النهاية والعياذ بالله طبعا المرضى الراغبين بالتقرب إلى الله كما تقول الدراسات يتمتعون عادة بمزاج جيد وتكون حالتهم أفضل من حالة نظرائهم غير الملتزمين كما أن هؤلاء يحصلون على دعم من المجتمع في مواجهة معاناتهم يعني أنا أود أن أتساءل أطرح السؤال على الملحدين يعني ماذا قدم لك الإلحاد الإلحاد ماذا قدم لك أخي الحبيب أخي في الإنسانية طبعا وأنا أحب لك الخير الإلحاد جعلك تنبذ وتفقد مصداقيتك في المجتمع طب لماذا ليس هناك أي فائدة ليس هناك أي داعي لهذا الأمر سبحان الله طبعا الدكتور فرانسيس جي المشرف على فريق البحث في هذه الدراسة لاحظ أن الفريق قام بهذه الدراسة واكتشف أن الأشخاص القادرين على السيطرة على الألم والتخفيف من آلامهم كانوا أكثر تدينا وأكثر التزاما بتعاليم الدين وبخاصة الصلاة على طريقتهم يعني فحتى أن آلام المفاصل لديهم تكون أقل حالتهم النفسية تكون أكثر استقرارا ويتلقون دعما من المجتمع كما قلنا لأن الإيمان يجعلك تكسب مصداقية في المجتمع تكسب ثقة من حولك طبعا أيها الأحبة الله عز وجل أمرنا أن نجدد إيماننا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الإيمان مقابله الأمن الأمن يعني السلام الداخلي الطمأنينة إذن أيها الأحبة المؤمن الحقيقي هو الذي يلتزم بأوامر له فيعيش حياة مطمئنة على عكس الملحد يعاني من الفقدان الأمل يعاني من اليأس الله تبارك وتعالى أخبر عن هذه النتيجة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان شرط هنا أحبة في الله لا يكفي العمل الصالح بدون إيمان العمل الصالح إذا لم تكن تؤمن بالله لمن تعمل هذا العمل الصالح لا شيء من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان الله الصلاة أحبة في الله تعتبر من أفضل أنواع الرياضة لأنها تلازم المؤمن طيلة حياته يعني أنت كمؤمن وأنت على فراش الموت الصلاة مفروض عليك سبحان الله وبالتالي يتجنب الكثير من الأمراض مثل ترقق العظام وهذا ناتج عن قلة الحركة تقوس العمود الفقري المحافظة على الصلوات تعيد للجسم حيوياته وتنظم عمليات الجسم الداخلية الركوع السجود في الصلاة يقويان عضلات البطن والساقين والفخذين وعضلات اليدين لأنك يعني تهوي عليهما في السجود ثم تقوم كما تزيد حركات الصلاة من نشاط الأمعاء نتيجة هذا الانحناء أثناء الركوع والسجود فنشاط الأمعاء يقيك من الإمساك والإمساك المزمن طيب الركوع والسجود يؤديان إلى تقليل ضغط الدم على الدماغ يعني عندما تسجد أو تركع يقل ضغط الدم على الدماغ مما يسمح بعودة تدفق الدم إلى كافة أعضاء الجسم لأن الدماغ في الأعلى أيها الأحبة فعندما تضع جبهتك على الأرض تنشط الدورة الدموية بسبب هذه الوضعية وبالتالي هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لكبار السن مثلا حيث يكون لديهم مشاكل في الدورة الدموية وضغط الدم ودقات القلب وغير ذلك ونظام عمل القلب فالصلاة مهمة جدا لذلك خاطب الله حبيبه عليه الصلاة والسلام قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كما أن الصلاة تفيد الأم الحامل سبحان الله يعني انظروا إلى هذه الفوائد الرائعة جدا الأم المرأة الحامل تستفيد من حركات الصلاة في تنشيط حركة عضلاتها ودورتها الدموية وتخفيف الضغط والثقل الذي يسببه الجنين على القدمين من خلال الإكثار من السجود حركات الصلاة أيها الأحبة هي بمثابة تمارين رياضية تمارين للأم الحامل سبحان الله الرياضة مهمة أيضا أقصد الصلاة الصلاة كرياضة يعني مهمة لتيسير الولادة الطبيعية طيب هل هناك علاقة بين الصلاة والاستقرار النفسي حقيقة أيها الأحبة هناك آثار نفسية عظيمة للصلاة فعندما يتم المؤمن الخشوع فإن ذلك يساعده على التأمل يعني أنا عندما أقف في الصلاة مفروض علي أن أخشع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة يمخاشعون فالخشوع ضروري جدا يساعدك على التأمل على التركيز يساعدك على الإبداع كما يقول العلماء التأمل مهم جدا أحبتي في الله التأمل مهم لمعالجة التوتر والإرهاق العصبي نحن الآن في عصر ضغط المعلومات مهم جدا بالنسبة لنا أن نعالج أنفسنا من هذا الضغط ضغط عصبي شديد كثرة المعلومات وكثرة الهموم وكثرة الأخبار كلها تتفاعل في الدماغ وتؤدي إلى حالة من القلق مصحوبة بالاكتئاب يعني فلذلك الصلاة مهمة جدا وبخاصة إذا كان فيها خشوع ثم إن الصلاة يعني هل تعلمون أنها علاج ناجع للغضب والتسرع والتهور معظمنا يغضب حاليا بسبب عدم خشوعه في الصلاة الخشوع يعني الهدوء أن تطيل الصلاة أن تقرأ كثيرا من القرآن في الصلاة أن تتأمل كل كلمة تقولها كل حرف تنطق به تتأمل هذه العبارات القرآنية الرائعة يعني مثلا عندما تقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد يجب أن تستشعر في داخلك وحدانية الله الله أحد هو الذي يرزقني فأنا لست بحاجة لرزق البشر هو الذي يحفظني لست بحاجة لمن أحتمي به فقط ألتج إلى الله لذلك نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الصمد هو الذي يلجأ إليه في الشدائد الصمد هو الذي لا مثيل له معاني كثيرة جدا يجب أن أتخيل هذه المعاني وأنا أتوجه بقلبي وعقلي لهذا الخالق العظيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يوجد من يكافئ هذا الإله في عطائه في رحمته في رزقه في مغفرته في حفظه لنا في كرمي لذلك هذه السورة عندما أقرأها ينبغي أن أطبق هذا عمليا عندما أخشع فإنني أطبق هذا الكلام عمليا وبالتالي أقوي الصلة مع هذا الخالق العظيم هنا نجد أن نفس تهدأ لا داعي للغضب لماذا تغضب وأنت علاقتك مع الله مباشرة الإنسان الذي يغضب يكون لديه مشاكل مع المجتمع من حوله لا يستطيع حلها إذا كانت علاقتك مع الله فأنت لن تحمل أي هم بعد اليوم الصلاة تعلم الإنسان كيف يكون هادئا وخاشعا وخاضعا لله تبارك وتعالى تعلمنا الصبر الصبر تعلمنا التواضع لأن الصلاة بحاجة لصبر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى طبعا كل هذه الأشياء أيها الأحبة تساعد الجملة العصبية أن تعمل بشكل أفضل القلب يعمل بشكل أفضل تدفق الدم يكون أفضل وبالتالي حالتك النفسية والجسدية تكون أفضل ماذا تريد أكثر من ذلك الصلاة أيها الأحبة هي صلة العبد بربه لذلك وبسبب الأهمية الفائقة لهذه الفريضة لا يجوز للمؤمن أن يترك الصلاة حتى لو كان على فراش الموت تصلي بأي وضعية حتى بعينيك إذا لم تستطع أن تنطق أو تتحرك أو تتوضع تتيمم وتتوجه بقلبك إلى الله عز وجل وتصلي على أي وضعية كنت حسب المستطاع الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الحقيقة أيها الأحبة من أجمل الأعمال التي يمكن للإنسان أن يختم حياته بها هي الصلاة الصلاة شيء عظيم نحن نرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا ونحن ساجدين بين يديه ولكن هل نحصل على هذا الرجاء نرجو من الله ذلك لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد طبعاً طبعاً أيها الأحبة بسبب أهمية الصلاة ذكرها الله في مقدمة كتابه بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة هي السورة التي نصل بها بعدها مباشرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ماذا؟ ويقيمون الصلاة الإمام بالغيب عمل القلب أما الصلاة هي رياضة عملية حركات حركة الجوارح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولذلك نجد أن الله نادى البشر جميعاً واستعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فالصبر إذا امتزج مع الصلاة نحصل على شفاء كامل كل الأمراض لذلك أخي الحبيب أنا أتمنى لكي لا أطيل عليكم أن تستشعر حلاوة الصلاة كثير من الناس يصلي ولكن بسرعة يريد أن تجده يصلي ودماغه في موضوع آخر يجب أن تشعر أن الصلاة نعمة نعمة من الله عطاء من الله الصلاة يجعلك هو وسيلة الوصول لله التواصل مع الله لذلك والله أيها الأحبة يعني الإنسان الذي يعلم هذه المعاني حقيقة لم يعد يصلي خوفا ولا موضوع طمع أو خوف أو كذا لأنه يرتاح والنبي كان كذلك كان يقول أرحنا بها يا بلال فالصلاة راحة نفسية للمؤمن ليست عبء عليه وليست شيء يكره ومفروض عليه لا 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 هي فرض ويعاقب عليها يوم القيامة من يتركها ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل وادي في جهنم ولا يأذ بالله ولكن أنا أريدك أخي الحبيب أن تصل إلى مرحلة اللذة حلاوة الصلاة أن تشعر بحلاوة الصلاة عندما تصلي تشعر براحة نفسية عظيمة تشعر بهدوء سلام بأمان تشعر هذا الأمان افتقدناه للأسف في هذا العصر وبخاصة صلاة الليل قيام الليل مهمة جدا لذلك يعني من إحدى الأشياء التي أتذكرها أن الصلاة في القرآن ذكرت 99 مرة بمشتقاتها طبعا لماذا اختار الله هذا الرقم 99 ليقول لك إن الله قد ألقى ظلالا من أسمائه الحسنى من خلال هذه الصلاة فأنت عندما تصلي تصلي للواحد الأحد تصلي لهذا الإله الذي له 99 اسما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فأنت هنا تتواصل مع هذا الإله العظيم فأراد الله أن يقول لك هذه الصلاة خاصة به يجب أن لا يشاركه فيها أحد لذلك جعل كلمة الصلاة ومشتقاتها تتكرر 99 مرة بعدد أسماء الله الحسنى هذه لطيفة من لطائف القرآن أحببت أن أختم بها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون وأن نرث الفردوس كما وعد الله سبحانه وتعالى من يلتزم بهذه الصلاة أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوس هم فيها خالدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه المنزلة جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة